بأن تمزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الساعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك واتينا موسى صبانا مبينا ورفعنا فوقهم الطورة بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجة وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وخلنا منهم ميثاقا غليلا فبما نقلهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير العقل وقولهم قلوبنا غلفهم ضوضب الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم ابتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم حصول الله وما قتلوه وما سربوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباعا واني وما قتلوه يقينا بر وفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننا به قبل موته ويوم القيامة يكونوا عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الرباء وقدنوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباضل واعتدنا للكفرين منهم عذابا أليما لكن الراسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوهينا إليك كما أوهينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوهينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاد ويعقوب والأسباب وعيسى وعيوب ويونس وارونا وسليمان واتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبله ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليم الرسلا مبشرين ومنذرين لأن الله يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والمرائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين أكفروا وصدوا عن سبيل الله قللوا غلالا بعيدا إن الذين أكفروا وغلموا لم يكن الله ليغفران لهم ولا ليديهم ضريقا إلا ضريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس فجاءكم الرسول بالحق من يبكم فامنوا غيرا لكم وإن تغفروا فإن لله ما في السماء وتعوى الأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا العقد إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة من امتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون أله ولد له ما في السماوات وما في الأرل وكفى بالله وكيلا لن يستنقف فالمسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنقف عن عبادته ويستكبر فسيعشرهم إليه جميعا فالمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوص يوفيهم عجورهم ويزيدهم من فرله وأما الذين استنقفوه واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأغزلنا إليكم نورا مبينا فمن الذين آمنوا بالله واعتزموا به فسيدخلهم برحمة منه وفرل ويأديهم إليه صرابا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن إن أنفؤنها لك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجالا ونساء فلذكر مثل حزلهم فيعين يبين الله لكم أن تضلوا ووالله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أهلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلى عليكم غير محل السويد وأنتم حرم إن الله يعكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تعلوا شعائر الله ولا الشهر العرام ولا الهديا ولا القلائد ولا آمن البيت العرام يبتغون فضلا وربهم ورضوانا وإذا هللتم فاصدادوا ولا يجرمنكم شنع نظوم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإذن والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمد عليكم المهتة والدم ولهم الخنزير وما أهل إلا لغير الله به والمنغنقة والموجودة والمتلدية والنبيعة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستغزموا بالإذلام إذا لكم فصل اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وهليت لكم الإسلام دينا فمنغضر في مصبتين وإلى متجانف لإذن فإن الله غفور الرحيم يسلينك ماذا أهل لهم قلوا هل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريح الحساب اليوم أهل لكم الطيبات وضعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وضعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مزافعين ولا متخذي أخدان ومن يفر بالإيمان فقد عبد عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فوصلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق وامسعوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فظهروا وإن كنتم مرضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائد أو لامستموا النساء فنمتجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسعوا بوجوهكم وإيديكم منه ما يريد الله لأجعل عليكم من عرج ولا يريد ليبهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاده الذي وافدكم به إذ قلتم سمعنا وأضعنا واتقوا الله إن الله عليم بلا تصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسل ولا يجرمنكم شنع نقوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَرُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِلَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ فَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَلَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَعِيمِ إِلَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَذُكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَعْظُومٌ أَيَّبْصُدُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَا قَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَادَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَابْعَثْنَا مِنْهُمْ اثنِي عَشَرَ نَجِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَضَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَعَاتِيتُمُ الزَّكَاةَ وَعَامَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَجْهَلْتُمُ اللَّهَ قَرْغًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْهِرَنَّكُمْ جَنَّاتٍ فَاجْرِي مِنْ تَهْتِ الَنَّهَارُ فَمَا أَنْكَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَضَلَّنَّا سَوَاءَ السَّبِيلِ فَبِمَا نَفْلِهِمْ مِئِثَابَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَاجْعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِئَةً يُعَرِّفُونَ الْكَلِمَةِ عَنْ مَوَالِعِهِ وَنَسُوحًا مِنْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِحُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَيَعْفُوا عَنْهُمْ وَاسْبَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَسَارِي أَخَذْنَا مِيثَادَهُمْ فَنَسُوحًا مِّنْ مَا ذُكِّرُوا بِهِ فأغرينا بينهم العداوة والبغلاء إلى يوم الكيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يسنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفونا من الكتاب ويعفو عن كثير غجاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبعه اللغانا صبر السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى سراب مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض فبيغ ما بينهما يخلقوا ما يشاء والله على كل شيء قدير وضالت اليهود والنصاري نعنوا أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلقا يغفروا لمن يشاء ويعذبوا من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على بطرة من الرسل أنت قولوا ما جاءنا من بشير ونذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اجعل فيكم انبياء واجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتبلاه لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا هاسرين قالوا يا موسى إن فيها قومان جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فيخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يغافون أن عمل الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرك بيننا وبين الغوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين قتلوا عليهم بأبناء آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لين بزدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسد يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإذني وإذنك فتكون من أصعاب النار وذلك جزاء الظالمين فبوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاشرين فبعث الله غرابا يبعث في الأرمي ليريه كيف يواري صوعة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري صوعة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أهياءها فكأنما أهياء الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يعاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتله أو يصله أو تقبع أيديهم ورجلهم من غلاب أو ينفى من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين اعتابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلعون إن الذين كفرونوا أن لهم ما في الأرل جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبلها منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النير وما هم بغارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقات فضعوا أيديهم جزاء بما كذبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات وللي يعلمه من يشاه ويغفره لمن يشاه والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في القفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون دي الكذب سماعون بظهر من آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فأخذوه وإن لم تؤتوه فأحذروه ومن يريد الله فتنة فلم تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يبهر قلوبهم لهم في الدنيا غزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للصحة فإن جاءوك فاحكم بينهم وعرل عنهم وإن تعرل عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسب إن الله يحب المقسبين وكيف يحكمونك وعندهم الطوفة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا الطوفة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوه من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشعوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وضفينا على آثيرهم بعيس ابن مريم مصدقا لما بين يديه من الطورات وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الطورات وهدى وموعدة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالهد مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جغلوا شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبعكم بما كنتم فيه تختلفونا وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فأعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يغنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخل يودا والنصاري أولياء بعضهم أولياء بعضهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الآلمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتها بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا وأؤلاء الذين أبثموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم ببهد أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون بسبيل الله وياها وعاء يتضربه ويريد الشعبان وأيهم لهم فلالا ضعيدا وإذا أقيلا لهم فأقلوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول هيت المنافقين يسدون عنك سجدا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن ربنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرل عنهم وعلهم وقل لهم في أنفسهم قولا بريضا وما أرسنا من رسول إلا ليباع بإذن الله ولو أنهم إذ لموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله والسغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحيم عن فلا وربك لا يؤمنون حتى يؤكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ضويتا ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتروا أنفسهم ويخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان أخيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولديناهم صرابا مستغيما ومن يبعي الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديبين والشهداء والصالعين وحسنا أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا هيركم وانفروا فضعاتين وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابكم مصيدة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فاغذلوا من الله لا قولا كأن لم يكن بينكم وبينهم مودتي عليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما ومن يباتل في سبيل الله الذين يشرون العياة الدنيا بالآخرة ومن يباتل في سبيل الله فيقتل أو يغلف سوف نلتيه أجرا عظيما وما لكم لا تباتلون في سبيل الله والمصرع فينا من الرجال والنساء والولدان الذين يضونون ربنا وأخهجنا من هذه القرية الوالمي أهلها واجعل لنا من لدنك والذين آمنوا يباتلون في سبيل الله والذين كفروا يباتلون في سبيل الطاغوت فباتلوا أولياء الشيبان إن أكيد الشيبان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما قطع عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كحشية الله أوه شد حشية وقالوا ربنا لما قطبت علينا قتاله لا أخرتنا إلى أجر قريب قلمة عدنا قليل والآخرة خير لمن اتبع ولا تعلمونا فتيلا حينما تكونوا يدرككم المعطوب وكنتم في بروج مشيدة وإن تصدهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصدهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفغهون هديدا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يبعر رسولا فقد أضاع الله ومن طولنا فما أرسلناك عليهم حسيلا ويقولون أضاعة بيدا برز من عندك ضيط ضائفة منهم وإلى الذي تقولوا والله يكتبوا ما يبيتون فأعلم عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أصلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا وجاءهم أمهم من الأم أو الحوف يباعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطون منهم ولو لا صلو الله عليكم ورحمة لاتبعتم الشيبان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تقلف إلا نفسك وعرم للمؤمنين عسى الله أن يكفى بأس الذين كفروا والله أجد بأسه أجد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنتي كله نسيب منها ومن يشفع شفاعة سيئتي كله قفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حيتم بتحية فحيوا بأهزن منها أور الدواء إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا هيبا فيه ومن أصدق من الله هديثا فما لكم في المنافقين آفئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدي من الله لله ومن يؤمن لله فأن تجد له سبيلا والدل لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واكتروهم حيثوا وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ضليلا ولا نسيرا إن الذين يسلون إلى قوم بينكم وبينهم من فاقون أو جاءوكم حسرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلبهم عليكم فلا قاتلوكم فإن اعتزلوكم فلا يقاتلوكم وأرضوا إليكم السلامة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتمة اركزوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلغوا إليكم السلامة ويكفوا أيديهم فاخذوهم وضطوهم ويعفوا ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم صبانا مبينا وما كان لمؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خبأ ومن قتل مؤمنا خبأ فتعريروا رقبة مؤمنة ودئة مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتعريروا رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ثاب فدية مسلمة إلى أهله وتعريروا رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين طوبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدده عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا وربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنون تبطغون على الله حياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك قمتل قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي الغوحدون من المؤمنين غيره القلو الغرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكله عبد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساهد مسبيلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستضعون عيلة ولا يهسدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا غفورا ومن يواجر فيه سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مواجرا إلى الله واسولي ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناه أن تبصروا من السلاة إن حفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم هدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأضمت لهم السلاة فالتقوا البائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فيكونوا من ورائكم ولتأتي بائفة أخرى لم يسلوا فليسلوا معك وليأخذوا هجرهم وأسلحتهم ودى الذين كفرون وتغفرون عن أسلحتكم وأمتحتكم فيمينون عليكم مائلة واحدة واحدة ولا جناها عليكم إن كان بكم أدم من مبر أوكنكم مرى اللهم تضعوا أسلحتكم واخذوا هجركم إن الله أعدى للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم السلاة فإذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اضمأناتم فعديموا السلاة إن السلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا ولا تهنوا في ابتضاء القوم إن تكونوا تعلمونا فإنهم يألمونا كما تعلمونا وترجونا من الله على يرجونا وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالهد لتهكوا مع بين الناس بمعارك الله ولا تكن للخائمين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رعيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم إذ يبيطون ما لا يرضى من الغول وكان الله بما يعملون مهيبا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يغنم نفسا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رعيما ومن يكسب إذما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب هديئة أو إذما ثم يرمي به بريئا أغفض بحت ملابتانا وإذما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يغللوك وما يغللون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وأعلمك ما لم تكن تعلمه وكان فضل الله عليك حظيما وما خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاع بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فصوف يتيه أجرا عظيما ومن يشاكك اليسول من بعد ما تبين على الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وسائد مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقال الله لألم بعيدا إن يدعونا من دونه إلا إناثا وين يدعونا إلا شعبانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذنا من عبادك مغيبا مفروضا ولأغللنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فلا يبتقن آدان الأنعام ولأمرنهم فلا يغيرنا هلق الله ومن يتهد الشيطان وليا من دون الله فقد هترا خسرانا مبين أن يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك وهم جهنموا ولا يجدون عنها معيسا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وأبدوا وعد الله حقا ومن أصدقه من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليه ولا نصيره ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفاء وهو مؤمن بولئك يدخلون الجنة ويؤلمون نظيرا ومن أحسن دينا ممن أسلمه ويهول الله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حميبا واتغل الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وقوان الله بكل شيء محيظا ويستفتونك في النساء بلله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتون لهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكرهن ويموا الصوع فينا من الولدان وأن تظوموا ليتاما بالقسم وما تفعلوا من خير فإن الله كان كان به عليما وإن غات غافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فراجناها عليهما أن يسرى لها بينهما صلحا والصلح خيروا ورحللت الأنفس الشحة وإن تحسنوا وتتبوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستبيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل المال فتذروا كالمعلقة وإن تصلحوا وتتبوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتبرد عيون الله كل من سعته وكان الله واسعا عكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض وقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم ونتقوا الله وإن تضروا فإن أهد الله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا عميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسب شهداء لله وراء أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فبيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهواء تعبروا وإن طروا أو تعرضوا فإن الله قام بما تعملون هبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فضع الله والعالم بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا قفرا لم يكن الله ليغفران لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما بأن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبطغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يقفروا بها ويستهزوا بها فلا تبعدوا معهم حتى يخضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكفرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتهم الله قالوا أنكم معكم وإن كان للكفرين نصيب قالوا ولم نستهوي عليكم ونمنعكم يا المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكفرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كساء لا يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مزرزدين بين ذلك لا إله أولئي ولا إله أولئي ومن يوم لله فلن تجب له سبيلا أيها أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين تريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأن تجد لهم نصيرا إلا الذين أتابوا وأصله واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله هؤلاء هؤلاء مع المؤمنين وزوف يؤكي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجارة بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدو هائلا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يغفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمنوا ببعض ونكفروا ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيرا أولئك هم الكافرون حدوا أعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يغفورا 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 ترجمة نانسي قنقر